والجمعة لاعب منتخب مصر السابق قام بتقديم تحليل دقيق لأداء المدرب البرتغالي روي فيتوريا خلال بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قناة بي إن سبورتس عرب جمعة عن استيائه من الأداء الضعيف وخروج المنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية أكد جمعة أن التغيير اللازم يجب أن يشمل رئاسة اتحاد الكرة المصري حيث أشار إلى فقدان الثقة في الاتحاد الحالي وضرورة تغييره ألقى باللوم على اختيار المدرب وأشاد بأسماء محتملة لتولي المسؤولية الفنية مثل حسام حسن، محمد شوقي، سيد معوض، ومحمود فتح الله جميعهم لهم خبر في اللعب لمنتخب مصر وأكد جمعة أهمية تغيير الاتحاد وتقديم رؤية واضحة لتطوير الكرة في مصر ذكر أن مدربين وطنيين مثل حسام حسن يمكن أن يكونوا بديلا فعالا مشيرا إلى أنهم سيكونوا أكثر فائدة وإضافة مادية فيما يخص المنتخب الأولمبي، دعا جمعة إلى الاعتماد على اللاعبين الشبان وتحضيرهم لكأس العالم مع التأكيد على أهمية ميكالي كمدرب للمنتخب الأولمبي واقتراح وجود حسام حسن كمدير فني اختتم تصريحاته بالإشاد بتجربة المغرب مع وليد الركركي وتحقيقهم لتأهل إلى كأس العالم وبهذا أعطى وائل جمعة تحليلا شاملا ورؤية مستقبلية لتحسين أداء ووضع كرة القدم في مصر مؤكدا على ضرورة التغيير والاستفادة من الخبرات الوطنية